مجلة نيوزويك الأمريكية الضوء على متانة علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مستشهد بما أشار إلي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لدى لقائه برئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 حيث أكد جلالته أن هذه الصداقة مبنية على أساس متين من التفاهم المشترك والاستراتيجية التي نعمل عليها سويا وأشارت كذلك إلى حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء على بقاء علاقات المملكة مع الولايات المتحدة قوية وعلى الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين باعتبارهما حلفاء على المدى الطويلة وذلك باعتبار أن علاقات الصداقة مع الولايات المتحدة مهمة ليس فقط للبحرين ولكن أيضا للمنطقة بأسرها وجاء التقرير ضمن ملحق خاص نشرته مجلة نيوزويك مؤخرا عن مملكة البحرين تحت عنوان البحرين شريك الولايات المتحدة في مجلس التعاون الخليجي أولوية للقطاع الخاص الأمريكي في المملكة النشطة اقتصاديا وتضمن تصريحات خاصة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولقاءات مع عدد من المسؤولين أبرزت فيه مسارات التقدم التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات الاقتصادية وبدأت المجلة تقريرها بالقول أن مملكة البحرين مشهورة تاريخيا بأنها مركز رئيسي للتجارة في الشرق الأوسط وكانت أول دولة في منطقة الخليج العربي يتم فيها اكتشاف النفط في عام 32 مضيفة أن مملكة البحرين بلد عصري يتمتع بالحدثة والانفتاح وقد استطاعت مواجهة المنافسة المتزايدة في المنطقة من خلال تطوير قدراتها الصناعية ومواكبة التغييرات والتطورات العالمية مع الحرص على الاستفادة بطريقة دينماكية من فرص السوق المتاحة ونوهت نيوزويك إلى جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي أسهمت في تطور وتقدم المملكة من خلال التأكيد على الموقف البارز للأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الذي قاد سلسلة متواصلة من الجهود والتضحيات للوصول إلى الأهداف المرسومة واستكشاف آفاق المستقبل ونقلت المجلة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قوله إن مقاربتنا الشاملة مبنية على استراتيجية للتنمية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قادر على المنافسة عالميا وأكدت تينيوزويك أن نجاح هذه المقاربة مكن البحرين من تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتبوء مركز القيادة في العديد من القطاعات وهو ما يتضح بشكل بارز في قطاع الخدمات المالية حيث أصبحت المملكة مقر ل325 من المؤسسات العاملة في القطاعات المالية وشركات التأمين وأشارت إلى نمو ناتج المحلي الإجمالي للبحرين من نسبة 3.9% في عام 2017 وصحب ذلك نموا في القطاعات غير البترولية مقداره 5% مما جعل البحرين أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية وفقا للمجلة إلى 10 مليارات من الدولارات منها 95% استثمار موجه إلى القطاع المالي كما يتم العمل في مشاريع كبرى قيمتها 32 مليار دولار في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم والسياحة ورأت المجلة أن ما أشار إليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في حديثه بشأن اكتشاف احتياطات بترولية ضخمة في عام 2018 تقدر بحوالي 80 مليار برميل من البترول وما بين 10 إلى 20 تيرليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من الممكن أن يساهم بطريقة فاعلة في تنشيط المملكة لسنوات قادمة وتعزيز الاستثمارات الخارجية بها وتوقعت أن يؤدي ذلك الاكتشاف وهو الأضخم منذ العقود الماضية إلى اشتذاب الاستثمارات مقدرة من القطاع الخاص الدولي إلى قطاع الطاقة بالمملكة وأشارت نيوزويك إلى أن مملكة البحرين كانت أول دولة توقع اتفاقية لتجارة الحرة مع الولايات المتحدة عام 2006 وكنتيجة لذلك أصبحت الولايات المتحدة الآن ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بحجم تبادل تجاري يصل إلى ملياري دولار أمريكي سنويا حيث تتجه 11% من صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة وتحصل البحرين على 9% من وارداتها من الولايات المتحدة كما يمثل السوق الأمريكي الآن أولوية خاصة للاستثمارات البحرينية من خلال صندوقها السيادي إذ باتت تشكل استثمارات البحرين في السوق الأمريكي 8.3% من حافظتها الاستثمارية كما وتطرقت المجلة عبر لقائها الذي أجرته مع عدد من الوزراء والمسؤولين بالمملكة إلا جهود مملكة البحرين في تحديث البنية التحتية مشيرة إلى أن المملكة تشهد تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليار دولار وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنشاء جسر ثاني لربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية وخطط لربطها بخطوط السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك بناء توسعات بمطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا واستعرضت كذلك بساعي المملكة للارتقاء بقطاع السياحة في إطار سياستها لتنويع مصادر الدخل لافتة إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تضاعف منذ عام 2016 لتصل إلى حوالي 7% حاليا وازداد عدد السياح الذين زاروا البحرين من 9.7 مليون سائح عام 2015 إلى 11.4 مليون سائح عام 2017 بزيادة وقدرها 17.5% وأشارت المجلة إلى أن مملكة البحرين تقوم ببناء مركز للمعارض سيكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط عند اكتماله عام 2021 وأضافت أنه من المتوقع ضخ استثمارات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار في السنوات الخمس القادمة في مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لمواجهة زيادة الاستهلاك المقدرة بـ 6% سنويا كما تسعى البحرين إلى أن تكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 10% من الاستهلاك الكلي وعلى صعيد التنمية البشرية أوضحت التقرير أن مملكة البحرين أنفقت نحو 3 مليارات دولار في تدريب 125 ألف عامل لفائدة 45 ألف مشروع تمثل في أكثر من نصف إجمال المشاريع في مملكة البحرين من خلال صندوق العمل تمكين الذي أنشئ عام 2006 ترجمة نانسي قنقر